السنية هي من تختار مفتي لها وهي من تعين ليس هناك مرجعية مؤسسة مؤسسة وليس مرجعية بالسنة ما عندنا مرجعية دينية ليس هناك مؤسسة متفق عليها في الطرف السني لكن مفتي مفتي السنة لا إلا المجمع الفقهي العراقي شن السبب هذا الاعتراض من بعض السنة على السيد مهدي السمال شن الاعتراضات شوفك انفعلته هواية من جاء اسم المفتي لأنه كثير من مواقف لا نقبل بها مواقف وتعراء لا نقبل بها لأنه لا تصب في مصلحة من يدعي أنه مفتي عليهم لا تصب في مصلحتهم يعني شلون لازم يكون طائفي حتى يكون الصب ومن قال بأنه السيد مهدي السميدعي مواقفه وطنية ما هي المواقف الوطنية في مواقفه يعني لازم يمدح ايران ويزم يمدح الكذاوى ويتكلم عن السنة حتى يصير وطني الوطنية بعينها عندما تنصر المظلوم وعندما يظلم السنة وتدافع عنها هذه هي صلب الوطنية مثلما عندما يظلم الشيعة وتدافع عنهم هذه هي صلب الوطنية الدفاع عن المظلوم هي هي الصلب الوطنية أما بتفريط بحقوق أهلك وناسك هذه هي الصلب الطائفية التي تتكلمون عنها أنا ما راضي عن آداء المفتي هذا رجل أن تقولي لمفتي نحن ما عندنا مفتي اسمه الشيخ مهد السميدعي نحن نعتبره هو إمام وخطيب سيدة العزيزة هو إمام وخطيب في أحد مساجد بغداد أما من نصبه مفتي بهذا الموضوع هي الحكومة في ذلك الوقت في حكومة السيد المالكي خلي يصير مفتي على جماعة المالكي أما على هذا تصيح خطيح أنا ما أجامل أحد أبدا أنا ما أجامل أحد المفتي المفروض السنة يعينونا مو الحكومة تعينا المفتي اليوم أنا أقول لش تقدر الحكومة تعين بديل للسيد عالي السستاني جاوبيني تقدر لعد ليش على الطائفة السنية الحكومة هي تعين مفتي علينا ليش هذا ما نقبله أبدا فلذلك أنا مو سبا بالرجل وما عندي علاقة به وما عندي تواصل وياه ومو أريد أسبه بس أقول أنه مفتي العراق بالنسبة لأهل السنة يختارون أهل السنة ما تجي الحكومة عيننا ياه من يعين للحكومة يعني اليوم تتكلمت كلام قاسع عن الشيخ مهدي صميدعي ونحن لا نقبل به تتحدث أنه هو رجل أثار طابية هو رجل دين إمام مخطيب مسجد أنا لا أتكلم عليه بسوء سيدتي تحدثت أنه موقف مع المظلومين هذا كلام خطير أنا لا أتكلم عن الرجل بسوء سيد أحمد لمسال أنا لا أتكلم عن الرجل بسوء ولا أسبه ولا أشتمه ولا أبدا لكن تحدثت أنه موقف مع المظلومين أنا أقول لك أنه مفتي أقول لك لا مو مفتي تقول لي أنتم مفتي أقول لك لا مو مفتي هذا اللي أتكلم عنه ليس هناك أطراف سنية تقول بأن هذا الرجل مفتي هذه حقيقة الوضع من المفتي اللي تعتقد هو مفتي السنة اللي أغلب السنة تنجمع تقول هذا الرجل نحن مختنعين نحن عندنا شخصيات من الشخصيات؟ على رأسها مؤسسة دينية محترمة مقدرة تحظى بقبول أغلب المكون السني هي مؤسسة المجمع الفقه العراقي في جامع أبي حنيف النعمان وتعلمين بأنه جامع أبي حنيف النعمان هو مرجع لإمام أبو حنيف النعمان هو مرجع لمليار ونصف مسلم في العالم وهذه المؤسسة بثقت في جامعه وتمثل منهجه هذه التي لديها اعتبار صحيح وهناك شخصيات أخرى محترمة ومقدرة مثل الشيخ عبد الملك السعدي في الأنبار منهال الأنبار والشيخ رافع الرفاعي لكن البعض مع احترامي للشيخ الكبير السعدي تحدثوا في الأزمة مع التظاهرات وأيضا تأجيج المتظاهرين في الأنبار تحدثوا أشياء كثيرة وكبيرة عن السيد الشيخ السعدي أتحدى من يستطيع أن يتكلم عن الشيخ عبد الملك السعدي بكلمة واحدة كانت تصب في أنا سمعت كلامه عندما جاء إلى المنصة في الأنبار في وقت التظاهرات ودع الناس إلى السلمية وإلى التفاهم وإلى عدم الخوض بالطائفية وكان وطنيا بامتياز في طرحة ما احترامنا للشيخ عبد الملك السعدي كان وطنيا بامتياز في طرحة لكن هذه الأسئلة أنت سمعت أكيد وكانت في وقت تتحدث عن ربما الشيخ السيد عبد الملك السعدي هذا قام من قامات العراق الدينية هذا أهل الأنبار يعتبرون الرجل الأول بالنسبة للأنبار دينيا رجل كبير جدا هذا الرجل وله من الدرجة العلمية كبيرة جدا نعم احترامنا